زيادة الاستثمار والتصنيع المحلي طريقان تسعى الدولة المصرية فيهما خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية من أجل حصد مكاسب المنتج المحلي الذي سيوفر الاعتماد على النقد الأجنبي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية حزمة حوافز تمثلت في الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدى ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى خمسين بالمئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي ولأن رؤية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة تسعى لرفع معدلات نمو النتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية تم إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل ومن أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر جاء قرار تسهيل منح الرخصة الذهبية للصناعيين لتحريرهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم في إصدار الترخيص ولم تتوقف الدولة عند ذلك بل حرصت على تمكين المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها وسمحت بتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي والذي يمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة إضافة إلى ذلك منحت الدولة المنشآت الصناعية الجديدة تخفيضات جمركية من أجل تسهيل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد كل ذلك وأكثر من قرارات تدعم الصناعة والصناعيين إلى جانب قرارات تدعم الزراعة والمشروعات وريادة الأعمال وغيرها الكثير من القطاعات التي تتكامل وتتعاون مع القطاع الصناعي من أجل تعظيم الاستفادة للأجيال الحالية والقادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر